السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. معاكم مروة صلاح. النهاردة ان شاء الله هنشرح كواعد واسالية بالصف الثاني الابتدائي. فصل الدراسي الثاني بترتيب الدروس. انا كتب الكواعد كلها بالترتيب. بترتيب كل درس اللي جات فيه في الكتاب. كل يوم هنزل قاعدة جديدة. انا النهاردة هشرح اللي انا بس ملون عليهم دول هم اللي هشرحهم النهاردة. انا بس هقول لكم نبزة كده مختصرة عن القواعد اللي مطبقة علينا او مقررة علينا الترمي ده. ياريت اللي بيتفرج عليها الاول مرة. آآ يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصلوا بقية الدروس. مجانا. اول حاجة هنشرحها. اول قاعدة عندنا في الفصل الدراسي الثاني. اسلوب التعجب. تاني حاجة عندنا المفرد والجمع. تالت حاجة عندنا كلمات على نفس الوزن. وبعد كده المسنة. وبعد كده. اشوف مع بعض. اسلوب النفي. والقاعدة السادة لام التعليل. بعد كده ظرف المكان. فعل الامر. انا طبعا هشرح كل حاجة من دول بالتفصيل. كل يوم هنزل قاعدة جديدة. بعد كده ظرف الزمان. الشدة. اسلوب الندار. وبعد كده الافعال. واسماء الاشارة. والجملة الاسمية والجملة الفعلية. دي الكواعد المطبقة علينا الفصل الدراسي الثاني. اربعتاشر قاعدة بترتيب الدروس. كل درس. آآ عليه قاعدة جديدة. انا هشرح كل يوم قاعدة جديدة. ياريت تابعوني زي ما بقولكو. اشتركوا في القناة. احنا النهاردة. انا هشرح اسلوب التعجب. والمفرد و الجمع. لكن انا بينما احب الا questioned المفرد. لازم اشرح ضاف السنة. عشان اميز بين المفرد والجمع والمسنة. بحب اشرحهم كلهم في فيديو واحد مع بعض. انا في فيديو اعملان المفرد والجمع والمسنة في فيديو بالتفصيل. انا عامله. والنهاردة هيعيده تاني. عايز اتفرج علي بالتفصيل هتلاقي موجودا على القناة. والنهاردة هنشرح قاعدة اول حاجة هنشرحه مع بعض. النهاردة اسلوب التعجب. تعالوا كده نشوف يعني ايه السلب التعجب? اول كاعدة النهاردة معنا اسلوب التعجب انا كنت شرحتها قبل كده في قواعد الصف السلسل بقي ف PTSD اتقي بطباقة علينا في سنة تالتة الترمل اول فنحن نحن ناخدها دلوقتي الترمل تاني وهن ناتي السنة العادة الترمل اول انا كنت شرحتها في فيديو مع القواعد كلها بتاعت الترمل اول سنة ثالثة هنقولها بالتفصيل دلوقتي مع بقا ايه هو السلوب التعجب السلوب التعجب هو تعبير يادل على في أسلوب التعجب يتكون من أربع حاجات أول حاجة ما تاني حاجة كلمة على وزن أفعل أي كلمة تتكون من أربع حروف أولها ألف على وزن أفعل أولى ألف زائد المتعجب منه الحاجة اللي أنا أتعجب منه زائد علامة التعجب اللي هي الواحد وتحت نقطة مهمه جدا عشان فيه ما ما بتاعط الأدوات الاستفاء لما لاقي الماء دي و لاقي علامة التعجب يبدي ما التعجب فزي ما قلتلكم لازم أميز بين Ìطلوب التعجب وإصلوب الاستفاء عشان أصلوب الاستفاء فيه ما وإصلوب التعجب برضو في علامة التعجب أسلوب الاستفاهم قصدي فيه ما بس أخره علامة استفاهم أسلوب التعجب ما بس أخره علامة التعجب زي أسلوب التعجب ما هي أول حاجة أروع الكلمة على وزن أفعل المنظر اللي هو المتعجب منه وآخر حاجة علامة التعجب أربع حاجات واحد اثنين تلاتة أربعة ما أجمل البحر طب لما يجيب لي جملة ويقول لي اتعجب منها أو ضع أسلوب تعجب ليها أعملها إزاي بتاع نشوف مع بعض أو ضع أسلوب تعجب مناسب عايزين نتفق مع بعض هالحاجة معينة حاجة سهلة قوي عشان إيه نعرفها للطفل علشان يبسط عليه أسلوب التعجب لما يجي لي كلمة زي كرم العرب أولا مبدئيا أنا أسفل موبايل فصل اه انتفق انتفاق كرم العرب أي كلمة فيها ألف ولام ما أقربش منها نهائي أي كلمة فيها ألف ولام ما أقربش منها نهائي سواء كانت أول كلمة أو تاني كلمة الألف ولام نخليها تاني كلمة الكلمة الأولانية هي اللي بنحولها على وزن أفعل يعني كرم العرب هنقول ما أي كلمة اللي احنا هنحولها لها الصفة كرم احنا بنحول الصفة مناش دعوه بالكلمة اللي فيها ألف ولام نهائي كرم نخليها أكرم العرب ما أكرم العرب طب عظمة الإسلام مناش دعوه بالإسلام خالص احنا بنحول الصفة ما هتبقى ما أعظم الإسلام اكتبع لكم اهي ما أعظم الإسلام حنان الأم هيبقى ما أحن الأم طب لو العكس لو جات لنا جملة زي دي مثلا الفيل ضخم الفيل ضخم أنا مش دايما بحول الكلمة الأولانية أو التانية دي مش سابتة أنا بحول الصفة ولو الطفل مش عارف ايه هي الصفة مناش دعوه بالكلمة اللي فيها ألف ولام نهائي حنان الأم حن الأم تمام ده الجزء الخاص بإسلوب التعجب سهلي جدا وبسيط جدا أي كلمة بحولها أي صفة بحولها بتبقى لوازنة أفحل دي القاعدة الأولى أو ده الإسلوب الأول أو دي أول قاعدة نحو في الدرس في الفصل الدراس التاني الترمي التاني في بقى الجزئية التانية تاني درسة على طول اللي هو المفرد والجمح وأنا زي ما قلت لكم أنا بحب أشرح المفرد والجمح بحب أشرح مع المسنة تعالوا نشوف مع بعض تاني قاعدة معنا الفرق بين المفرد والجمح وأنا قلت لكم بحشرح المفرد لازم أفشرح مع المسنة عشان نميز بين المسنة والجمح إيه هو المفرد؟ المفرد هو ما يدل على شيء واحد فقط هو حاجة واحدة بس شيء واحد بس ألم واحد بس كتاب واحد بس ولد رجل معلم شارع المفرد اللي هو بيدل حاجة واحدة مفرد ألم هو نظارة نظارة حاجة واحدة بس شيء واحد طب إيه هو الجمع؟ تعالوا نشوف مع بعض الجمع هو ما يدل على أكثر من أثنين أكثر من حكتين وليس حكتين يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة يعني أنا عندي مثلا ولد مفرد ولد واحد جمع ولد أولاد أولاد كتير شارع جمع شارع شوارع جمع رجل رجال جمع كتاب كتب أكثر من أثنين الجمع اللي هو الحاجة أكثر من أثنين مجموعة جاية من مجموعة طب المسنة إيه هو المسنة؟ المسنة هو ما يدل على شيئين أو شيئين بإضافة ألف ونون أو ياء ونون يعني إيه؟ يعني إحنا بنضيف بنضيف للكلمة ألف ونون أو ياء ونون طب يعني إيه؟ المسنة ده يعني اتنين أي اتنين؟ ولدين بنتين رجلين آآ شارعي أي اتنين بنضيف له ألف ونون أو ياء ونون زي إيه؟ ولد بنضيف له ألف ونون يبقى ولدان اتنين هم رجل رجلين شارع شارعان المسنة بنضيف له ألف ونون في الآخر المسنة بنضيف له ألف ونون في الآخر طب لو كلمة مسنة بس مؤنس آخرها تاق مربوطة بنحزف التاق المربوطة ونحط مكانها تاق مفتوحة وألف ونون تبقى تاين بنضيف له تاين هوريكو إزاي ما عمان طب نشوف الفرق هنا جدول ملخص الفرق بين المفرد والمسنة والجمع إيه هو الفرق بينه المفرد والمسنة والجمع لو كلمة عندي بنت عايز المسنة بتاعها طفلها تاين ألف ونون بنتين تابلو جمع بنت كتة آخرها تاق مربوطة سامحوني بس عشان عندي برد الصوت يطلع بالعافية كتة بنشيل التاق مربوطة ونخليها تاق مفتوحة ونضيف لها ألف ونون تبقى كتتين جمع كتة كتت شجرة شيل التاق مربوطة ونحط تاين ايه شجرتين أنا ملونيها عشان تبين جمع شجرة أشجر فلاح فلاحان فلاحون ده الفرق بين المفرد والمسنة والجمع والدرس المسنة القاعدة التانية هي المفرد والجمع المسنة دي القاعدة الرابعة رابح حاجة بس أنا حبيت أشرحها واضحة الفرق بين التالتة ده دي التلات قاعد بتاعترمي التاني زي ما قلت لكم بالترتيب يارب بيكون الفيديو عجبكم وكل اللي بتفرج معي دلوقتي على القناة زي ما قلت لكم شتركوا في القناة وفعالوا الجرس عشان توصلكوا كل الجروس مجانا ويرت لايك وشير عشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته